إذن وقع الرئيسان التركي والروسي اتفاقا جديدا حول شمال شرقي سوريا ماذا تضمن هذا الاتفاق؟ ينص اتفاق سوتي بين أنقرة وموسكو على عودة قوات الجيش السوري إلى الحدود إلى جانب قوات روسية تحل هذه القوات محل الأمريكيين الذين تولوا حراسة المنطقة لسنوات مع حلفائهم الأكراد السابقين تتولى الشرطة العسكرية الروسية بالتعاون مع قوات سوريا إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 32 كم من الحدود بدءا من اليوم الأربعاء تقوم القوات الروسية والتركية بعد ذلك بستة أيام بتسيير دوريات مشتركة في نطاق 10 كم في المنطقة الآمنة المنطقة الحدودية إذن التي ستنسحب القوات الكردية منها تزيد وفق الاتفاق ثلاث مرات عن حجم الأراضي التي شملها الاتفاق الأمريكي التركي حيث يشمل معظم المنطقة التي كانت تركيا ترغب في إدراجها ضمن الاتفاق الاتفاق إذن الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كان يقتصر على الجزء الأوسط من القطاع الحدودي بين مدينتين الأبيض ورأس العين السوريتين حيث ركزت القوات التركية هجومها العسكري عليهما يبدأ تسير دوريات أبنية روسية تركية مشتركة إذن في منطقة الحدود بعمق 10 كم غرب وشرق منطقة عملية نبع السلام عدى مدينة قامشلي نسى الاتفاق على خروج جميع الفصائل الكردية وأسلحة هذه الفصائل من منبج وترفعة غرب الفرات أما بالنسبة للرئيس الروسي فكان وصف الاتفاق بالمهم جدا لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية